النهاردة الرئيس طلع ثمان قرارات جماهرية بيمسوا مين بيمسوا ملح الارض الناس الناس الحقيقيين الناس اهلينا امهاتنا وابعاتنا وعمامنا واخوتنا في كل مكان في مصر اول قرار اول قرار خدوا الرئيس نسمعوا مع بعض ان صوت المصريين يصل مسامعي واحلمهم هي ذاتها احلامي ولا تختلف امالهم عن امالي ولانني استشعر احتياجاتهم واقدرها فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ مالي اولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العام ثاني قرار سيد الرئيس خدوا النهاردة هو زيادة الحد الادنى للاجور كان 3000 بقى 4000 نسبة على الرئيس ثانيا زيادة الحد الادنى الاجمالي للدخل للدرجة السابسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقام القرار الثالث اللي خدوا الرئيس النهاردة رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 ل45000 رفع حد الاعفاء بنسبة 25% نسمع الرئيس هو بيعلن هذا القرار ثالثا رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العامل رقم 4 زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لاصحاب المعاشات وبإجمالي 5 مليون أسره رابعاً زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لاصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسره القرار الخامس هو يخص أصحاب المعاشات برضو زيادة المنحة الإساسنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها تصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن 11 مليون مواطن زيادة 5 مليون أسره 5 مليون فاربعة بعشرين والـ 11 يبقى حوالي 3031 مليون مواطن مستفيد نسمع الرئيس خمساً مضاعفة المنحة الإساسنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها تصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن الرقم 6 النهاردة من قرارة الرئيس خاصة بي الصحفيين المؤخدين في نقابة صحفيين وبدل التكنولوجيا اللي كان دائماً مطار جدل ومطار رايح جاي أهو النهاردة الرئيس قال سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقايدين بالنقابة وفقاً للمخاصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة نستمع إلى سيد الرئيس سادسا سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة رقم سبعة هو فيه ديون للفلاحين ديون على الفلاحين للبنك الزراعي الرئيس عمل أمر الحكومة تعمل مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مش الشركات مع البنك خلال الفترة القادمة وده اللي قبل يناير 2022 نستمع للرئيس سابعا قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف من كاهل للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 تامن قرار وآخر قرار خاص بالفوائد والمتأخرات أو إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقصاط المستحقة للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى بحد أقصى نهاية 2024 أعتقد دي ثمان قرارات في الصميم ثمان قرارات بتمثل فيما بينها حزمة لمزيد من الحماية الاجتماعية من تقلبات الأزمة اقتصادنا السميع للرئيس في آخر هذه الحزمة من القرارات سامنا إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقصاط المستحقة أو المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024 النهاردة أقدر أختصر لحضراتكم المحاول الرئيس كلم على النهاردة اتكلم على المحور الاقتصادي وقال أنا شايف وسامع وعارف كل ما يدور وكل أوجاع الناس ولذلك الحكومة بتشتغل بأقصى جهد وإحنا نقدر بنقدر اللي بنعمله دلوقتي هو أقصى ما يمكن فعله في المجال الاقتصادي وبيقول الرئيس يعني أنا النهاردة حتى خدتها عنوان مقالي بيقول إنه خلاص يعني الانفراجة خطوة على الانفراجة التامة الرئيس قال كده النهاردة أرجو الناس تنتبه يا جماعة دي أخطر تصريح قاله النهاردة الرئيس قال خطوة أو خطوات قليلة بتفصلنا عن الانفراجة التامة معرفش انتبهت لها أولا لا أرجو الناس تنتبه شوفوها لي يا جماعة وهتهالي دي هتهالي الرئيس تكلم على انفراجة قريبة خلاص إحنا قربنا نخرج من عنق الزجاجة قربنا ندخل في بحبوحة الانفراجة إن شاء الله